العراق بلاد السواد لم تعد كذلك مع تراجع أعداد الأشجار والأراضي الزراعية في بلاد اشتهرت بكثرتها في الماضي أكثر من مئة ألف دونوم يفقدها العراق سنويا من خضرته لصالح التصحر الذي يأكل أراضي البلاد بسرعة مع الجفاف الحاصل وتكشف الأمم المتحدة أنما مجموعه ثلاثة ونصف بالمئة من أراضي العراق الزراعية فقط مزودة بأنظمة راي في ظل أزمة الجفاف المتسارعة لجنة الزراعة والمياه النيابية في العراق أكدت من جانبها أن الإهمال الحكومي وغياب أي معالجات حقيقية تسببت بكارثة تضرر منها أكثر من سبعة ملايين عراقي اضطروا على إثرها إلى النزوح وترك أراضيهم وتربية الحيوانات والتي كانت المصدر الأساسي لدخلهم هذا الإهمال الحكومي يفسر من جهة أخرى على أنه عجز لا غير عن تحصيل حقوق العراق المالية ذلك بعد تقليص وحجب دول الجوار وعلى رأسها إيران لحصص العراق بزعم وجود أزمة مناخية أثرت على هطول الأمطار ومناسب الأنهار لكن وعلى أرض الواقع ومع قبول تركيا تسوية الخلاف المائي تتضح جليا أزمة الرضوخ السياسي في العراق لصالح إيران في ظل وجود تقارير وتصريحات من جانب وزارة الموارد المائية في العراق تشير إلى تعنت إيران ورفضها وضع أي حلول مشتركة لأزمة الجفاف الحاصلة محليا غابت الحلول المائية وعلى رأسها السدود التي كانت من المفترض أن تحمي أمن العراق المائي والزراعي في وقت أضحى العراق سوقا للمنتجات والمحاصيل الزراعية الأجنبية نالت إيران الحصة الأكبر منها في تحول لا يفهم بحسب الشارع العراقي سوى أنه تسليم لمفاتيح العراق وثرواته لصالح الخارج